كده معانا خبر من ان التنمية المحلية قامت بغلق 3000 مركز دروس خصوصية للوقاية من كورونا كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية انه تم غلق نحو 3000 مركز للدروس الخصوصية ضمن حملات غلق هذه المراكز للوقاية من فيروس كورونا مؤكدا استمرار عمل الحملات في كافة المحافظات بالتزامن مع حملات مصادرة الشيشة من المقاهي واشار تقرير من غرفة العمليات وقدرة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية الى ان المحافظات نجحت بالتنصيق مع اجهزة وزارة الداخلية في غلق 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى اليوم الحقيقة ده ولسه يعني 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية ايه عدد ده؟ يعني عدد ضخمة جدا للمراكز اللي بتدي دروس خصوصية والغريب انه المراكز دي كانت شغالة والاغرب انه الاهالي كانوا بيودوا أولادهم عادي يعني قعدوا من المدارس بس بيودوا أولادهم هذه المراكز اللي برضو مزدحمة ومليانة أطفال شيء غير مفهوم في ظل الظروف اللي احنا فيها يعني مفروض ان هم قاعدين يبقوا قاعدين يعني مش هتتوقف الدراسة ويكملوا هما في المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية اشتركوا في القناة